قرابة ثلاثة ألاف حادثة مرورية سجلتها مديرية المرور العامة منذ الأول من كانون الثاني ولغاية مطلع آيار من العام الحالي هذه الإحصائية العالية من الحوادث عزتها المديرية إلى السرعة الجنونية لسائق المركبات واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة فضلا عن رداءة الطرق وسوء الأحوال الجوية سبب الرئيسي أول هو السرعة المفرطة والسرعة الشديدة وعدم الامتثال لقواعد السير والمرور كذلك في بعض الأحيان الاجتياز الخاطئ الاتصال أو كتابة الرسائل بالهاتف النقال قسم من الطرق وبالأخص الطرق السريعة اللي يصير بها الحوادث المميتة بعضها بها تخسفات بعضها غير صالحة حقيقة من المطبات للسياقة السريعة هذا العدد المرتفع من الحوادث خلف أرقاما كبيرة من الضحايا فبحسب وزارة الصحة فإن العام الماضي فقط شهدات تسجيل نحو 5000 حالة وفات وأكثر من 50 ألف إصابة بين متوسطة وشديدة بحدود 4864 وفات بسبب الحوادث المرورية بمعنى أنه الوفيات جراء الحوادث المرورية شكلت 39% وربما أكثر قليلا من نسبة الوفيات جراء باقي الإصابات حتى على مستوى الإصابات غير المميتة أيضا يعني شكلت النسبة من مجمع الحوادث غير المميتة إصابات اللي كان سببها مرور أو حوادث 42% فهذا يندل على شيء يدل على أن حوادث الطرق هي لا تقل بل تزيد من خطورة نسبة الإصابات أرقام وإحصائيات مخيفة تفرض على الوزارات والمحافظات والهيئات المختصة إيجاد حلول عاجلة للطرق الرديئة ونصب الرادارات الخاصة برصد سرعة محددة على الطرق الخارجية إلى جانب فرض الغرامات المجزية بحق المخالفين للحد من نسبة الحوادث من بغداد محمد جبار العراقي الإخبارية